ما شاء الله تبارك الله أمطار خفيفة تزين الآلة الأجزاء التامية من منطقة جازان هنا حاكمة بعيريش بالتحديد والأجواء كما نشاهدها في هذه الأثناء ما شاء الله تبارك الله خير مقبل بإذن الله ويوم سابع سجل حضورا مطريا على أجزاء واسعة متفرقة من منطقة جازان فنسأل الله عز وجل أن نطرح في هذه الأمطار الخير والبركة ما شاء الله تبارك الله اللهم صيب النافع عني يا رب اللهم صيب النافع عني يا رب الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر يا رب يا صلاة على النبي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله اليوم السابع والأمطار تتواصل على أجزاء واسعة من منطقة جازان كما نشاهدون في هذه الأثناء بداية طولات الأمطار على الأجزاء التهامية من منطقة جازان اللهم صيب النافع عني يا رب اللهم صيب النافع عني يا رب اللهم صيب النافع عني يا رب اللهم اجعلها أمطار خير وبركة وعمة بنفعها سائر البلاد والعباد جازان ليوم السابع تستقبل الأمطار التي جعلت من الأرض ما شاء الله تبارك الله خضراء بإذن الله أمامنا موسم خريفي سيسجل للتاريخ بناء على ما نعيشه هذه الأيام من أمطار متواصلة لا تكاد تغيب أبداً فلله الحمد والشكر دائماً وأبداً حتى يرضى وله الحمد بعد الرضا يا إلهي اجعلها أمطار خير وبركة نافعة غيرها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتلكم بكل خير اليوم استابعوا لله الحمد ومنطقة جازان بمختلف تضاريسها تسجل حضوراً للأمطار على أجزاء متفرقة ما بين الجبل ما بين تهامتها والبحار ولله الحمد طبعاً هنا الأجزاء التهامية من منطقة جازان كم تشاهدون ما شاء الله تبارك الله خيرات عظيمة ولله الحمد متواصلة تلطف الأجواء يعني والله منعش للنفس لأبعد درجة تنم على مطار تصحى على مطار هنا تكون ميزة الأجواء الاستوائية على منطقة جازان والله الحمد شوفت العين ما شاء الله الأرض يعني بلط الحمد ما شاء الله يسجل حضور وهذا من زود النعمة والخيرات المتواصلة فنقول اللهم لك الحمد والشكر حتى ترضى ولك الحمد وبعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت اللهم جل هذه الأمطار أمطار خيرين وبركة نافعة غير ضارة وكل أرض لم ينالها المطر نسأل الله عز وجل أن يصلها الخير في قادم الأيام أخوكم قلب العاصفة سامي ذيابي دومتم لكل خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر